ومشاهدين إلى الأردن حيث تعتبر القرية النموذجية الكويتية التي أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإقامتها ضمن عدة مشاريع كويتية في مخيمات اللاجئين السوريين أحد أبرز الصروح التي ساعدت آلاف السوريين في مختلف مناحي حياتهم بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه جاءت قرية الكويت النموذجية في مخيم الزعتر للاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية تعبيرا عن الدعم الكويتي لا محدود للأشقاء من اللاجئين السوريين والذي أرادته الكويت قيادة وشعبا دعما شاملا متكاملا يرفع المعاناة عن الأشقاء ويفتح آفاق الأمل وهذه المرة عبر قرية نموذجية متكاملة تضم كافة مناحي الحياة الكريمة للأسرة السورية الكويت وقفت مع الشعب السوري يعني وقفت معنا كثير مش شوي بالكرفانات بالمدارس بالمواد الغذية بالمساجد بكل شي يعني أردتشلون وقلهم جزير الشكر أشكرهم على المساعدات التي قدمنا إياها كمساجد كرفانات يعني مدارس كمان كل شي يعني أشكرهم جزير قرية الكويت النموذجية في مخيم الزعتر للاجئين صورة تختزل هذا الكم الهائل من المبادرات الإنسانية الطيبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين بكافة القطاعات وفي مقدمتها التعليم الذي أولاه سموه جل الاهتمام حين حرص على بناء مجموعة من المدارس في المخيمات المختلفة ودعم مشاريع التربية والتعليم في مدارس المدن الأردنية تجاه اللاجئين السوريين أمير دولة الكويت شكراً له وشكراً لدولته وشكراً لشعب الكويت كاملاً وشكراً لكل من يفعل كما يفعل أمير الكويت نشكر الأمير الكويتي والشعب وكل من يساهم من أجل الشعب السوري أي حكومة كانت ونشكر دولة الكويت هنا ووسط هذه الظروف ألسنة السوريين في كل شبر من أراضي الزعتري تلهج بالدعاء للكويت أميرها قائد الإنسانية حكومتها الفاعلة وشعبها الطيب الأصيل في وقفة ما بعدها وقفة مع أزمتهم ومعاناتهم المتواصلة تضم قرية الكويت النموذجية ألف وحدة سكنية تتسع لخمسة ألاف شخص ومصمم على أحدث المواصفات العالمية وعلى مركز صحي تتوفر فيه كافة الاختصاصات الطبية والعلاجات اللازمة إضافة إلى مدرستين واحدة للذكور وأخرى للإناث تتسع لأكثر من ألف طالب وطالبة وعلى مسجد يشمل دار للقرآن والأيتام وأماكن للوضوء ودورات للمياه وغرفة للإمام ونظام صوتي ومكتبة ويستفيد من القرية النموذجية الكويتية عشرات الألاف من اللاجئين وأطفالهم وسط تقدير سوري وأردني وعربي كبير للكويت هاني البدري تلفزيون دولة الكويت مخيم الزعتر اللاجئين السوريين المفرق الأردن